ستعالوا الأول أقول لكم تصريحات خاصة الرقم 10 إدهاننا كيم ريبيريو الوكيل أعمال البرتغالي ريكاردو سواريش تعالوا نتكلم فيها تفصيلة يلا بنا كيم ريبيريو وكيل البرتغالي ريكاردو سواريش قال لرقم 10 غير صحيح ما تم تداوله بخصوص إبلاغ مجلس إدارة النادي الأهلي سواريش بالرحيل منذ شهر وهناك العديد من الأخبار غير الصحيحة ولا أحد يتحدث معه للرحيل لا يمكن الحديث عن أشياء سيئة عن مجلس الإدارة لأنه لا أحد يتحدث مع المدرب لإنهاء عقده في الوقت الحالي وهم يحترمون الاتفاق لذا فإن المحادثات ستبدأ الموسم المقبل أعتقد أن مجلس الإدارة أشخاص أسجياء لذا لا أعتقد أنهم سينهون العقد وكانوا بحاجة لشرحة الاستراتيجية للمشجعين وحماية المدرب خلال هذا الموسم من السهل توقع النتائج السيئة باللعبين الصغار قال كمان لرقم 10 السواريش لا يتأثر على الإطلاق بالإعلام المصري أو جمهين النادي الأهلي كل المحادثات كانت للبقاء في الموسم المقبل وسنرى ما سيحدث هو اللي هيحدث إن السواريش هيمشي السواريش هيمشي ده الاتفاق في النادي الأهلي ونادي الأهلي يتحدث الآن مع مدربين أو بيقرأ سبيهات مدربين عشان يشوفوا خليفة السواريش وزي ما قلت مبارح أنا متعاطف معاه نعم نور أجل ما خدش الفرصة كاملة زي أي مدرب ما بيخدش فرصة كاملة بتعاطف معاه بس هو مداش اللي دايما بقوله الأمارة اللي تخلينا نقول والله ممكن ينجح مداش أمارة مداش تفاصيل كده حاجات صغيرة يعني مثلا شفنا في الضربات السابتة محفظ اللعيبة إنه يعملوا إيه خطوات معينة سواء هجومية أو دفاعية شفنا مثلا في الكرات المتحركة عرضيات مثلا ويبقى فيه كسافة عددية في منطقة الجزاء وقت العرضية فيه تفاصيل كده تكتكاة وفنية تخليك تقول لا لما هيبقى معاه فريق كامل ممكن تشوف شكل مختلف اضحك علينا اضحك علينا بحاجة أو حاجتين صبر جماهير النادي الأهلي ما حصلش ما حصلش ممكن قلت خبرات منه هو مش مدرب له خبرات عديدة وكبيرة مع فرق كبيرة وبالتالي ما كانش مرحل ببساطة شديد طيب ترجمة نانسي قنقر